رضوة احنا عايزين نروح بقى يعني برا ال 12 انش الفوقي والعلوي والصفلي ال 12 انش عارفني او انا بشوف بقى بعض كده مثلا لو قاعدة في كافية ولا قاعدة في ريستوران بلاقي البنات بنات يعني عشرينات صوتها عالي جدا يعني انا قاعدة بعديها بترابستين والصوت عالي وضحكتها عالية يعني انا عرفت ايه الموضوع كله اللي هي بتحكي فيه من على بعد عشرة متر وسيب يا جماعة ندخل في اللبس بس من الكلام دوقتي في الاسلوب ازاي يعني البنات بقت الظاهرة دي موجودة ازاي انا اتقول لهم ايه ولا اتعلمهم ازاي الاتيكات صوتهم يبقى ازاي وقاعدتهم ازاي انت يعرف ان في قاعدة في الاتيكات بتقول ان الاحتشام يعني ان الاحتشام ده من احد قواعد الاتيكات حطي بقى تحت الاحتشام كل السولكيات اللي هتكسر القاعدة دي من ضمنها الهزار مع الولاد بتشوفي البنات لسه يعني لسه ستاشر وسبعتاشر مفيش المسافة الشخصية اللي بينها وبين الولاد فتلا بتهزر معها بالايد صوتها عالي فكل ده بيقسر القاعدة الاساسية في الاتيكات اللي هي الاحتشام طبعا الى جانب اللبس ده موضوع تاني ففي حاجة مهمة جدا في الاتيكات وفي مراهرات التواصل بشكل عام هي نبرة الصوت ونبرة الصوت بتخليني احس باللي قدامي وتوصل لي رسالة يعني لو انا جيت قلتلك يا ايمان هتديكي ثلاث جمال وثلاث جمال دولها هبصطي نهار ده كلها حلقة اختبارات طب يلا يلا مش بالعكس الناس بتحب الحاجات كده عملية انا هتديكي ثلاث جمال نفسك جملة هكررها ثلاث مرات بأصوات مختلفة وانت حكومي علي في كل جملة ماشي؟ الجملة الاولانية بقولك انا بحب شغلي وصفيني تاني انا بحب شغلي مغرورة مغرورة حلو ماشي؟ تانية بقى انا بحب شغلي لذيذة عاطفية شفت يعني ايه اكيد شفت نفس الجملة انا بحب شغلي شخصيتي ايه؟ لا التالتة دي فلتت منك عديها تاني دعيب اوكي دعيب اتاني دعيب اتاني دعيب ده موزيعة انا برضو الصوت وطبقات الصوت حتتنا بقى معلش انا بحب شغلي انا او تاني انا بحب شغلي شخصيتي ايه؟ عملية اكتر براكتكال كده يعني هايبر 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 هلو قوي فانا نفس الجملة قلتها تلات مرات ولكن انا عملت سترس او ضغط على كلمة معينة من كل جملة فبتوصل رسالة مختلفة عن شخصيتي يعني الصوت ده الوحده ده الصوت ده الوحده عالم ده الصوت ده الوحده عالم فانا ايه الرسائل اللي بوصلها للاخر بصوتي انا عايزة الاخر يفهم عني ايه؟ هل انا بنت عملية محترمة بتهذر سهلة ايه؟ فهي دي لازم تبقى القعدة لأي بنت انه انا ايه الرسالة اللي بوصلها بسلوكي للاخر لان الاخر هو اللي بيحكم علي طب هيا المفروض الحاجات دي بتبقى تتدرس في الجماعات للبنات الجماعات ولا قصة الامة اكيد مش هتبقى مولمة بكل قواعد بصي يا ايمان عن تجربة في مؤسسات كتير جدا بتعمل دورات تدريبية للبنات اللي لسه متخرجين والبنات بالذات ولو ان الولاد برضو محتاجين ده جدا يعني لانه هو عن الاتيكات ما بيفرقش بين بنت وولد طبعا ولكن هي انه البنات بتفرق كتير جدا معاهم لانه هو بقى في حتة انه انا زي الراجل فانا عندي مساواة فالبس نفس اللبس واتكلب بنفس الصوت وعمل فكل ده بيفقدها ونستها وبيقلل من يعني قمولها حتى في شركاتك مختلفة امهات كتير بتشتكي بتقولك يعني انا بفضل اربي بنتي على الاصول وعلى العادات الحلوة وده صح وده غلط وده عيب وده حرام وده حلال وديها اتيكات وعلمها وتاخد كرسات وفي الاخر بتقابل شاب عشوائي ايوه يضيع كل اللي انا عملته ده عشان كده انا بقولك مهم من الشباب كمان يبقوا فاهمين طبعا ومعاكي حق في دي بس هو هيضيع امتى هيضيع لو انا كبنت لما تعلمت الحاجات دي تعلمتها بالارغام مش بان انا حبتها فاحنا يعني لما باجي مثلا اعمل دورة للبنات بحببهم وبخليهم يشوفوا الفروق ان قد ايه الجاكت اللي انتي لابسا لو لابسا بطريقة معينة بيدي احساس ان انتي دهرك متني ومش وثقف نفسك ولو عادلتي بس حركة معينة هتفرق معاك قد ايه ان انتي صوتك وبخليهم بيحكموا على بعض فهي الفكرة مش ان انا قد اوامر او ان انا حط شوية لسة قواعد والناس كلها تمشي وراها وخلاص ده احتكاك عملي